شيء رائع، رائع، رائع بما أنه اللي بيحركك طول الوقت هو قناعاتك، فلسفتك، انطباعك، أحاسيسك، مشاعرك، عواطفك إلى آخره أنت بتحضري آلبوم جديد وقبل كده وإحنا بنتكلم من شوية قلتيلي مهم جدا يبقى فيه صوت للمرأة الآلبوم بتاعك عن كده؟ أي أنا عندي توا محسوب عامين قررت أن نعمل حاجة فيها معنا أنا عادة ديما نحاول نعطي معنا لكل حاجة نعملها خاصة في الموسيقى خاصة في الفن والغناء والمرأة هذه حسيت أنا يعني كمرأة ما حسيتش روحي ساهمت برشا حاجات بالنسبة للقضية النسوية يعني صحيح أنا مرأة قوية وكذا ونشارك يعني بصوتي وكل لكن ما حسيتش روحي قاعدة نساعد في نساء أخرين فقررت أنه خاصة في الموسيقى يعني في العالم مش كان في العالم العربي صوت النساء يعني باقي حتى يعني للنسبة المئوية متاع المشاركة متاع النساء في ميدان الموسيقى وخاصة في الإنتاج الإنتاج هو يعني تقريبا أكثر من 90% كله رجالي فقلت يعني مش مش معقول أنه فما حاجة الراجل يكون أذكى من المرأة خاصة يعني في الموسيقى وفي ميدان الإنتاج والتوزيع خاطر أنا يعني صار لي سنوات ونوزع وننتج بطريقة يعني عفوية في موسيقتي الخاصة لكن يعني يتسمى إنتاج يتسمى توزيع فقررت أنه نمشي يعني ونقابل نساء أخرين ونسمع قصتهم ونأخذ رأيهم وحسيت أنه كلنا اجتمعنا على نفس القضية وهي وهي أنه يعني صوت نساء ما زال يعني مش مسموع كيفية وخاصة يعني في الموسيقى فمديت يدي وشاركت يعني حطيت معايا نساء من العالم الكل يعني من من البرازيل للصين لأمريكا لفرنسا مزلت ما عنديش نساء من العالم العربي للأسف لكن يعني في الألبوم هذية فما نساء يعني تنتج نساء توزع نساء تعزف نساء تغني بشوية بشوية قلت هذية معتها لازم يكون أول ألبوم 100% نسائي في العالم حطر في أغلب الأحيان حتى كنساء يشاركوا في ألبومات وفي تأليف وفي التأليف ولا في الإنتاج ولا في التوزيع دي ما يكونوا أقلية فهذه مغامرة متاعي جديدة يعني كنت أنا بديت نوصل يعني للمراحل النهائية الحمد لله لكن يعني كان مشوار صعب ومشوار زادة حسيت روحي يعني وحدي رغم اللي أنا لقيت نساء أخرين وبنات أخرين وستات أخرين في نفس يعني يحاولوا يجدوا بنفس الطريقة لكن في أغلب الأحيان دي ما كي نسأل تعرفش منتشة تعرفش دي ما الأكثر دي ما يوجهون الرجال أنا خدمت يعني أكثر أنا عندي توا محسوب عشرة سنين من اللي بديت نعمل في الألبومات وفي العشرة سنين هذوما يعني خدمت 99% مع الرجال فهذه كانت يعني مغامرة جديدة وإن شاء الله يعني أنا فرحانة به برشا يبقى فيه كم أغنية توا عنا محسوب عشرين أغنية لكن أكيد يعني بش نقوم بعملية يعني اختيار لكن أنا فرحانة يعني على الأقل فرحانة فما 12-13 أنا فرحانة به برشا بس أنا مستغرب إنه مفيش في الألبوم ده من النساء العربيات خالص كل ومن كل حتة في الدنيا إلا المنطقة بتاعتنا تمثلهم أمل مثليوتي فقط لا أكيد أكيد أنا مهم جدا بالنسبة لي أن يكون فهمة شكون مع تيمثل العالم العربي فمن الأول أنا أول فكرة جيتني حبيت يعني نشارك مع مغنية راب على خاطر الراب هو يعني بطبيعته مهوش ميدان ياسر نسائي وخاصة في العالم العربي ما عني ش برشا مغنية راب اتصلت بمغنية لكن ما جانيش رد فقعدت يعني قعدت يعني في المرحلة هذيكا ما زدتش يعني لكن هذه دعوة مفتوحة إذا كان فما فنان مش كان في الراب إنه لو في راب عربية تشارك معك أنا حبيت حبيت راب عربية خاطر حبيت حاجة يعني تكون مختلفة تكون جديدة وخاصة يعني يكون لقاء لقاء من نوع جديد يعني خاطر أنا موسيقتي يعني بعيدة شوي على الراب فحبيت إنه يكون مزج من الجانب هذيكا يكون والتكلفة بتاعت الألبوم ده هتبقى غالية والله يعني أنا نفسي استغربت ما هيش غالية بالكل على خاطر مشيت يعني بالخطوة بالخطوة وخاصة أنا نخدم برشة في الدار يعني ديما نخير مثلا نمشي في الطبيعة نخذ دار ونهز يعني الإكوتمت متاعي نهز الميكرويت وكل نخير نشتغل بالطريقة هذي يعني طريقة طبيعية جدا وعلى الريتم متاعي فالتكلفة ما كانتش يعني كبيرة برشة حلو طب هل من الممكن ومن الوارد أو يجوز إن إحنا نسمع أغنية أو اتنين اللي تتفضلي بيها علينا من الألبوم الجديد؟ أو هيبق اسمه إيه الأول؟ اخترت له اسم؟ أنا اخترت له اسم بالتونسي أحنا نقول له مرأة أما فمش نقول لي يعني كلمة مرأة مش مش كويسة أما تمشيش في مصر دياتها من الشكل آه فيطور لي مش نغير يعني العنوان أما أنا نحبوا يكون فيه السيمبوليك ونحبوا يعني يكون فيه برشة معاني في نفس الوقت أوكي أوكي؟ إن شاء الله نتفكر الكلمات لا هتفتكري إن شاء الله ربنا موجود يعني ده في حب ذاته شيء راعي إن إحنا هنبقى بنسمع الغنوة من الألبوم قبل ما ينزل مازال عندي أمل مازال عندي أحلام مازال عندي أمل مازال عندي أمل مازال عندي أحلام بش نصنع طريقي ونزرع عالم جديد آآآآآآآآآآآ نحن كده أخذ نصابكم مفيش حدي أسمع الغنوة دي قبل دي أخذنا أصاب ناك آآآآآ إنا أول ناس ناك آآآآآ